بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي ومشاهديني قناة الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم نهارده إن شاء الله نادي الأهلي عنده ماتش مهم جداً أمام سيمبا التنزاني يبقى معناها إيه الكلام دوت؟ إن التركيز كله بتاع المسؤولين الجهاز الفني واللعيبة حتى جمهور تركيزه بيبقى على الماتش ده وبس كل التركيز بيبقى منصب على الكلام ده من 3-4 تيام من ساعتنا الفرقة خلصت الماتش اللي فات أو من 4-5 تيام منصب على الماتش بتاعه النهارده علشان نعدي من بدري إن شاء الله ونحصد التلات نقاط بتاعة ماتش السيمبا النهارده ونواصل تصدر المجموعة لأن زي ما احنا عارفين سيمبا كسب الماتش اللي فات بره أرضه فيتا كلاب يمكن مستر موسيماني قال نفس الكلام اللي أنا بقوله ده قال إن احنا النهارده الأهلي وجايين هنا علشان نحسم الصعود مبكرا وما يحصلش زي اللي حصل السنة اللي فاتت وكانت وقفة على ماتش الهلال السوداني في السودان لو كلكم فاكرين اللي قاله مستر موسيماني هو ده هو ده اللي موجود جوه اللعيبة هو اللي موجود جوه الجهاز الفني كله هو اللي موجود جوه مجلس الإدارة هو اللي موجود جوه جمهور نادي الأهلي كله يعني النادي الاهلي نهاردة ان شاء الله رايح يلعب على المكسب وبس رايح مركز كل تركيزه على ماتش النهاردة الكلام ده من ساعة ما خلصنا ماتش المريخ للأسبوع اللي فات لكن ليلة الماتش بقى اللي هو كان مبارح والناس كلها تركزها في الماتش ومركزها في كل كلمة قالها مستر مسماني تلاقي ناس بقى طالعة تقولك ايه ده الاهلي اتعاقد مع مهاجم اجنابي يعني بدل مثلا ما يتكلم على ان النادي الاهلي مركز في ماتش النهاردة والنادي الاهلي بيمثل مصر ويتكلم بيدعم النادي الاهلي بيعمل بلبلة وقلق في ليلة الماتش يعني لو انت استحالة واحد جوه النادي الاهلي وجوه المنظومة يفكر انه هو يهد ليلة ماتش زي ده او ليلة اي ماتش كل التركيز بيبقى نفسه النادي الاهلي هيفكر ليلة الماتش في التعاقد مع مهاجم اجنبي مين اللي قال كده يعني هو المسؤول في النادي الاهلي هيعمل بلبلة لفرقة ماتش مهم زي ماتش سيمبا النهاردة مين اللي يقول الكلام ده اولا اللي بيحدد كل الكلام دوت ومش دلوقتي خالص مصر موسيماني مع الناس المسؤولة في مجلس ادارة واللاجنة الفنية يعني مش واحد حيطلع يقول كلمة زي دي علشان يعمل بلبلة في توقيت زي دوت استحالة دي ما بتطلعش من النادي الاهلي ابدا انت مقصود ايه يعني انت قصد بيها ايه تعمل بلبلة في التوقيت دوت في صفوف النادي الاهلي مش هيحصل مش هتقصر على الفريق يا ما حصل الكلام ده من الزمان وما تقصرش انت عايز تقصر على الفريق ليه لان انا عندي في النادي الاهلي خمس لعيبة محترفين من افارقا وكلهم تقريبا اساسيين في الفريق وليهم تقل جامد في الفرقة بدر بدر بنون مغربي علي معلول التونسي أجايين نجيري أليو ديانج المالي والكنغولي المنضم حديثا والتربواليا والخمسة اساسيين والخمسة بسم الله ما شاء الله ماشيين كويس مع الفرقة وليهم دور مؤثر يبقى الناس دي بتجيب الكلام دامنين او اللي طلع قالي الكلام ده جاب الكلام ده من ايه وانت بتقوله بنانا على ايه يعني حتى تعودنا دايما لاجهزة الفنية اولا بتدي الفرصة لجميع اللعيبة كويس؟ ما تجيش قبلها فترة وتقولي ده حيبا في واحد ضحية الخمسة اللي انت بتتكلم عنهم كلهم اساسيين دلوقتي كويس؟ الافارقة طيب انا هماشي مين هو اجيب مين دلوقتي في التوقيت ده اذا كان اصلا مفيش انتقالات اللعيبة دلوقتي وبعدين كل جهاز فني وحضراتكم عارفين ان بيحدد التدعيم في اماكن اللي هو شايف فيها نقص في توقيت معين لما بنقرب من نهاية الموسم بيعمل تقييم كامل للعيبة عنده اماكن مؤثرة عايزة تدعيم اه بيطلب تدعيم ده احنا حتى شفنا مدير التعقدات الكابنة امير توفيق تلع وقال الحمد لله كلام ده مش موجود دي شائعات عايزين يأثروا بيها على النادي الاهلي والنادي الاهلي ما تعقدش مع اي مهاجم لسه بدري على الكلام ده اول سواء محلي او من جنسيات اخرى كل ما تردد عاري تماما من الصحة وان الاهلي حتى ما تلقاش ترشيحات من اي لعيبة في الوقت الحالي خصوصا ان ان لسه فترة طويلة جدا عن هيئة الموسم احنا بنتكلم على ايه احنا بنتكلم على نص الدور الاولاني في البطولة ازاي يكون فيه تقييم من دلوقتي كده بدري قوي ونقول اللي احتياجات من دلوقتي مين اللي قال كده وكمان ايه ان الجهاز الفني هو اللي قال كده يعني الجهاز الفني هيعمل بلبلة في صفوه اللعيبة وانت دخل على ماتش مهم زي دوة لا طبعا وبعدين طول عمرنا بنعرف ان التعاقدات في النادي الاهلي بتتم وفقا لمعايير محددة اولا بيبقى من عدة جوانب ومش دلوقتي مش في التوقيت ده التقييم في نهاية الموسم مش دلوقتي حسب رؤية الجهاز الفني مع لجنة التخطيط وبالرجوع لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي المفوض في هذا الشأن يعني كابتن محمود الخطيب مفوض مع الجهاز الفني في هذا الشأن ايه اللي جاب الكلام ده دلوقتي الفترة الحالية على فكرة ما شادتش اي تفاوض ولا تعاقد مع اي لعبة من اي حيطة سواء جوه او بره الهدف حاليا بس هو دعم الفريق لتحقيق طموحات الجماهير على كل المستويات بعد الفوز بسوليسية الدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا بالاضافة لبرونزية كاس العلم الاندية طب حضريك هتقول لي هو الاهلي مش هيجيب صفقات لا هيجيب ويدعم صفوفه لكن ده حسب رؤية مين حسب رؤيته تقييم الجهاز الفني اللي هو بيقول في الاخر لان هو اللي حيتحاسب هو اللي عايز وامتى يقول كمان يعني فيه وقت يقول فيه مش دلوقتي خالص الكلام ده قبل نهاية الموسم بفترة معينة علشان آي يبقى فيه وقت يبقى فيه تحضير ان هما يجيبوا حد او تدعيمات في الاماكن اللي هو بيطلبها الجهاز الفني بناء على رؤيته والفترة لسه كبيرة قوي لحد ما نوصل لنهاية الموسم يعني لسه عبل ما نوصل لنهاية الموسم لسه اربع خمس شهور بتتكلم على خمس ست شهور الكلام ده انت قصد انك تعمل فيه بلبلة للنادي القلي وده مش هيحصل جمهور النادي الاهلي ولعيبة النادي الاهلي وما جهز النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي كله مركز في حاجة واحدة تعودنا على كده قليل عمرنا طول عمرنا وان احنا بنخلص مباراة و بطولة ما بنلحقش نفرح يعني يادوبك بنفرح لليتها او يومها وبعد كده من خارس علىuencia بنركز تركيز كامل وده اللي حاصل احنا شفنا الف determining نادي الاهلي سفرت يوم الجمعة ومركزة تركيز كامل تقريبا معسكر شبه مغلق من ساعة كسل عالم للأندي يبقى ازاي يعني انت بتكلم من دلوقتي على ان النادي الاهلي اتعاقد مع لعيب أجنابي وزي ما فاكرين الماتش اللي فات لما بعض الناس هجمت بعض اللعيبة وقالت مش عارف كلام على محمود وحيد وقالت كلام على كاروة طب محمود وحيد لعب الماتش اللي فات وعمل ماتش كبير جدا وكلنا شفناه مع انه ما بيلعبش باله فترة خصوان ان كان علي معلول هو اللي بيلعب مكانه والحمد لله قد مباراة هايلة محمود وحيد ويمكن يعني ما شعرناش قوي بغياب علي معلول طبعا علي معلول لعيب كبير ولكن محمود وحيد قد أداء أكتر من رائع ناحية الشمال طب حضرك ايه يعني قصلك ايه تحبط اللعيبة ولا بتصدر شائعات قبل الماتشات المهمة ولا ايه بالزبط ونفس الامر زي ما قولنا قصة محمود كهربا للماتش اللي فاها ده حد ده يا راجل نائب رئيس نادي المريخ العريق نادي المريخ السوداني طلع وقالك ما فيش حاجة حصلت يعني نائب رئيس نادي المريخ لو ساز علي أبا بشر قال بالنص كده قال عادي نرفزت ملعب وبتحصل وما فيش حاجة حصلت ما فيش ايه تجاوزات حصلت حاجة حصلت في الملعب وخلصت في الملعب خلاص زي ما تعودنا على كده طول عمرنا ما تعودين على كده انت بتتكلم عايز عايز تعمل ايه عادي ما فيش مشكلة فيش حاجة حصلت أصلا ده خلاف في الملعب اتعامل وتحل طول عمرنا بص طول عمرنا كلاعيبة نادي أهلي كنادي أهلي علاقاتنا كويسة جدا 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 بالأنديال الأفريقية كويسة جدا بكل الأنديال الأفريقية شكرا جدوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة